موسيقى السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أهلا وسهلا بكم أيها المتابعون الأوفياء في هذه المداخلة والتي سوف نتحدث فيها عن قضية هامة وخطيرة جدا وتتعلق بمسودة الدستور الجزائري الجديد التي أفرج عنها وصادق عليها ما يسمى البرلمان وهي على موعد استفتاء شعبي في الفاتح من شهر نوفمبر 2020 لن نتحدث عن الدستور بصفة عامة وما له وما عليه والنقاط الإيجابية التي فيه والنقاط السلبية سنتحدث مباشرة عن مادة هامة وخطيرة وتعتبر من لغم العصابة ويتعلق الأمر بالمادة الرابعة هذه المادة التي تقول تمزيغث هي كذلك لغة وطنية ورسمية تعمل الدولة لترقيتها وتطويرها بكل تنوعاتها اللسانية المستعملة عبر الطراب الوطني يحدث مجمع جزائري للغة التمزيغث يوضع لدى رئيس الجمهورية يستلد المجمع إلى أشغال الخبراء ويكلف بتوفير الشروط اللازمة لترقيت تمزيغث قصد تجسيد وضعها كلغة رسمية فيما بعد تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بموجب قانون عضوي هذه المادة هذه المادة حقيقة خطيرة للغاية أولا لأنها من مخلفات العصابة ولأنها فرضت بطريقة غير قانونية نعم في عهدي بوتفريق هذه مفروضة أمر الثاني وهو الأساسي كيف تجعل تمزيغة هذا المصطلح هذه التسمية الفضاء الغير موجودة في الواقع غير موجودة أصلاً في الواقع شيء اسمه لغة تمزيغ غير موجودة في الواقع موجودة مجموعة من اللهجات في الجزائر الشوية والمنظبية والقبالية والغيرة والترقية وكذا وكذا هذه الموجودة في أرض الواقع أنت الآن تقول أنك أدرجتها كلغة رسمية وجعلتها مادة صماء لا تتغير في نفس الواقع تقول تعمل الدولة على ترقيتها كيف ترقي لغة أمازيغية لغة رسمية كيف ترقيها كيف هذه الترقية ماذا أنت تقول أن هذه المادة الصماء لا تمس كيف لا تمس بعد كيف ترقيها وتصبح توصل درجة لغة رسمية هل تنزع هذه البنود البند الثاني والبند الثالث وتخليها مثل ما هي اللغة العربية هي اللغة الرسمية اللغة الوطنية والرسمية أصلا هذه المادة فضفاضة لا معنى لها نتحد تمسيغ هي كذلك لغة رسمية وطنية ورسمية كذلك الأخرى اللغة العربية هي اللغة الوطنية الرسمية إذن دخلوا عليها أليف ولم التعريف وإيف وكذلك ظهرت بأنها فقط لاسترضاء طرف معين حتى المشرع الذي أعد هذه المادة يدرك تماما أنها لا تحمل مقومات لغة أنت تدري الشيء غير موجود كلغة رسمية أتدري ما معنى أن تكون لغة رسمية؟ أولا يجب أن يتحدث بها رئيس الجمهورية ويخطب بها للجزائريين هذه أولا ثانيا الدستور نفسه كتب باللغتين كتب بالعربية وبالفرنسية فأين هذه اللغة الرسمية التي هي لغة الجمهورية ولغة الدولة ولغة وطنية تتحدث تكتب به من المفروض تكتبه وتوزعه على الجزائريين باللغتين لغة عربية ولغة هذه التمازيغة هاي لماذا لم تكن؟ لماذا كتبته باللغة الفرنسية؟ لأنه كتبوا باللغة الفرنسية كي يقروه أبناء هذه المنطقة اللي أغلبيتهم يتحدثوا باللغة الفرنسية إذن اكتبهوا لهم باللغة هذه الأمازيغية ده ووزعوا على عموم الجزائري ووزعوا على عموم الجزائري ما تخليش على يقتصر على منطقة معينة هذه كيف أنها لغة وطنية وترقيها أي ترقية ترقية اللغة اللغة العربية رغم أنها لغة ضاربة في عمق التاريخ وإلا أنها دائما البحوث والدراسات في جهة بترقية لا توجد لغة فوق الأرض لا يعمل على تطويرها حقيقة هذه ولكن أنها يكون عندها حروف يكون عندها قواعد يكون عندها هذه الأشياء أنت أصلا بأي حروف ستكتبها أنا أجزم لك وكان ما تكتبهاش بكل الحروف هذه كتبعهم منطقة معينة سيرفع يقول لك لازم تكتبهم لك وكان اللي يقول نكتبها بالحروف اللاتينية هي جو الشوية وجو مناطق أخرى طلبها كتبها بالحروف العربية كما تكتب الفارسية وكما كانت تكتب التركية قبل ما يغيرها كمال أتطر رح يرفضوها حتى لو كانت لأن المشكلة مشكلة هذه ليست في هذه الأقلية أقلية منطقة معينة مشكلة ليست باللغة الأمازيغية حتى أنه جتني أخبار يقولوا بأنه العام الماضي أو في عهد بوتفريقان لما دالوا الباكاروريا سجلت واحدة باكاروريا لغة مازيغية كمالي ما الذي ستستفيده الدولة الجزائرية من إدراج لهجات محلية محلية أريد لها أن تكون لغة ما الذي هل سترسل به الدول هل تتعامل بها مع الكليات هل ستتعامل بها مع جامعات يا جماعة حتى هنا في فرنسا وفي بعض الدول كائن هذه اللهجات المحلية وتجري عملية ترقيقتها كعناصر من عناصر الثقافة والطراث الموجود في البلد ولكن لا يمكن أبدا أنه يحولوها إلى لغة الكردية اللي هي أصلا لديها حروف وتكتب وكذا 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 في تركيا عندها ملايين الأكراد ولكن ما داروها لغة لغة رسمية للدولة محافظين على اللغة التركية وفيه دول أخرى فيه دول أخرى إذن أنت أنت فقط تستجيب وتخضع تخضع إلى منطقة معينة هذا هو هذا هو الواقع إذن أنت تدستر هل تدستر لغة غير موجودة ما تقول ليش أنهم يتحدثوا القبائل يتحدثوا يا أخي أقعد مع قبائل تلقاها يتحدث لك 75% فرنسوية و7% والعشرة بالمئة عربية وشوي كلمات انتواها ونهي أي نهي هذه أهم هنا في فرنسا يوميا وهو تمزغ جسوي باربار ومدريد شوشي جسوي كابيل وكذا 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 ولكن تركبها معاه نص كلامه فرنسي هل هذا هذا القبائل هذا اللي حاب يفرض هذه الأمر هل يقبل ابنه يتخرج يدي باكالوريا بهذه اللغة ويبعثون الخارج يقرأ أنا أجسم لك ما يخليه أنت الإشكالية الإشكالية لو كانت النواية ثقافية ونواية تتعلق بطراث هذا طراث موجود فيه ناس يتكلموا الشوية ناس يتكلموا الترقية ناس يتكلموا هذه اللهجات اللي موجودة وده لورثوها أبعا جد لو تعملها لها مادة على أساس أنها من عناصر الطراث التي يجري العمل على ترقيتها وتذكرهم ما تقول ليش تمازيغة وتخليها لي كلمة فضفضة هذا دستور تذكر لي الشوية وتذكر لي المزابية وتذكر لي هذه اللهجات تذكرها بالاسم وتذكر لي القبيلية مش أنه جيني قبائلي وأنا للأسف للأسف أنا لا أتكلم بلغتين عنصرية أنا شاوي إذا تكلمنا بهذا المنطق أنا شاوي ولكن نتكلموا نسموا الأمور بمسمياتي أنا ضد العنصرية أي كان ضد قبائلي ولا بربري ولا وش سميه ينكرها العربية ويتعامل معها بمنطق عنصري وضد العكس ناس يتكلموا بلهجات معينة هذه اللهجات تحترم ولكن هل هي لهجات يمكن ترقيتها السيدي أعمل على ترقيتها أعملها مجمع ثقافي أعملها مجمع تراثي تراثي ولكن أنك تحولها لغة وطنية ورسمية للدولة غدوة واجبة على رئيس الجمهورية هل من المعقول أن لغة رسمية للدولة الجزائرية لا يتحدث بها رئيس الجمهورية؟ نتحدث نتحدى الرئيس تابونه قبله بوتفليق أنه يلقي لي خطاب بالتمازيغة هذه لا يلقي هذه بالشوية ولا بالقبيلية؟ ما كانش رئيس الجمهورية يجهل رئيس الحكومة يجهل أكثرية الوزراء يجهلوا يجهلوا الشعب الجزائري قول ثلاث ولايات يتكلموا ولكنها الحروف وقواعدها هذه كل 45 ولاية على الأقل يجهلوها جهل تام أنت الآن تفرض لهجة أقلية أو أن أقول لك هي لهجة منطقة القبائل هم يريدون فرض القبيلية وليست هذه التمازيغة وكذا 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 يجي شاوي يقول بأنني ضد هذا الأمر سيتهم كذا وكذا وكذا وسيتهم بالعنصرية ويتهم بهذه الأشياء ولكن عندما تأتي وتسمع إلى ماذا يقولون هم في وسائل الإعلام الفرنسية وما يكتبون وكيف يربوا في أولادهم على العنصرية ضد الإسلام وضد اللغة العربية لا أذكره تعبير عن الحضارة وتعبير عن الحضارة الأمازيغية وهذا شيء من هذا القبيل يطعنوا حتى في قيم الإسلام الذي الإسلام هو دين الدولة ما كانش دين واحد أخرى المادة تقول الإسلام دين الدولة إذن إخواني المشكلة أن هذه المادة فضارة قلت تعمل الدولة على ترقيته يحدث مجمع كيف تحدث مجمع جزائري للغة للغة التمازيغث يوضع لدى رئيس الجمهورية كيف لكن هنا تعمل الدولة تقوى تطويرها بكل تنوعاتها الليسانية المستعملة عبر الطراب الوطن وأنا تنوعات الليسانية منين وجبت لي أصلاً كلمة التمازيغث هذه مني جبت لي؟ هي يطلقوها الناس مني منين جبت لي؟ تهربت من كلمة البربرية وتهربت من كلمة حتى الأمازيغية التي ظهرت هنا هنا تهربت منها وعملت هذا المصطلح اللي جبته من خلال اللهجة اللي يطلقوا لي المهم أنا لا أريد أن أخوض في هذه أنا أقول أن هذه المادة لن تخدم أولاً دولة جزائرية ولن تخدم مصالح الدولة الجزائرية وتهدد الوحدة الطرابية لو كانت لماذا أقول هذا؟ لأنني أدرك تماماً أن الذين يضغطون عبر وسائل مختلفة من أجل هذه المادة ومن أجل فرض هذه اللهجة على الجزائريين ليس هدفهم هذه الثقافة بحد ذاته هم يربوا في أولادهم باللغة الفرنسية ويرسلوا في أولادهم يقروا في الخارج ولا شيئاً يتكلموا فيها فقط كلهجة في بيوتهم ولا يوم التقيت مع واحد ولا حتى فتح مدرسة فقط مدرسة هنا في فرنسا ولا في غيرها يقرر مثل ما يفعلوا العرب لنطقين بالعربية يقررهم هذه التمازيغة ما كان فقط هدفها سياسي وليس طراثي ولا ثقافي هذا هو هدفها بعد هذا يقول لك لا رئيس الجمهورية لازم يتكلم بهذه اللغة هي لغة وطنية بعد ذلك لازم الوثائق الرسمية تكون بهذه اللغة رئيس الجمهورية يرسل دول ويتحدث مع دول بهذه اللغة يروح المجلس الأمن لازم يخطب يدير خطب طين يقص بالخطبة متاعه بلغتين ولا في الأمم المتحدة ولا في شيء لا نحن الناس تبحث الأمم تبحث تبحث كيف تتطور أور الناس دخلت حتى لغات أخرى عالمية لغات حية قرروا بها في الجامعات يكونوا فيهم أجيال ويكونوا فيهم أولادهم آدم في الجامعات حتى يرسلوهم ويخذوا العلم والتكنولوجيا في الخارج ويعودوا لتطوير بلدانهم وينافسوا الدول نحن نرجع لي نرجع لي إلى طراف قديم قديم جداً في إطار لهجات الناس كانت لا تتسوق بها إلى المدينة صار لي الآن ترجعها للغة وطنية ما عليش اعملها كما قلت مادة تتعلق بالطراف الثقافي أو عناصر هوية الثقافية للمجتمع أو للدولة الجزائرية تعمل الدولة على طرقيتها وكذا وكذا ما عليش هذا مقبول وهذا يرجع إلى تقدير السلطة الجزائرية من أجل سحب هذه الورقة من بعض الأطراف التي تتاجر بها خاصة في محافل خارجية وتستعملها في إطار الأحقوق الأقليات وما إلى ذلك من أجل تصفية حسابات قديمة وتتجدد في كل فطرة ويفق السليب المختلفة إذن أنت تقول لي الدستور يستفتع لي لماذا لا تحدث الدولة الجزائرية حتى ترفع حرج لنفسها تقول رأنا دخلت جمهورية جديدة جمهورية جديدة جمهورية الديمقراطية يا أخي أغلبية ساحقة من الجزائري رفضين هذه المال نزلها للاستفتاء نعم أو لا قولك لا نضع عناصر الهوية تحت الاستفتاء ها أنتم ديمقراطيين اللي أعمل هذا الدستور علماني ومعروف بتوجهات الراتيكانية في مجال العلمانية جات غير في قناة ضيط عناصر الهوية لا تستفت فيها ما لا تفرضها بالقوة أفضل تفرضها بالقوة فردها بوتفليقة قبل مرسوم عوموا وصفقونه وجي الآن تفرضها بهذه الطريقة من أجل مادة الدستور فيه إيجابيات كثيرة حقيقة ولكن من أجل هذه المادة سيرفضه الجزائري سيرفضه الكثير إلا إذا كان تم تمريره بطرق أخرى والظاهر أن السلطة تريد تمريره بأي وسيلة كانت وترجعنا للعهد البتفليقي لماذا لم يكن هل تؤيد إدراج التمازيغة حطها بين قوسين كعنصر من عناصر الهوية الوطنية أو أنها لغة رسمية وطنية للدولة الجزائية نعم أو لا يطلع الأغلبية قالوا لا مع السلامة يبقى لك قضية إدراجه كقرار ثقافي خليها بمرسوم رئاسي من طرف رئيس الجمهورية وخلاص الأغلبية التي تطالب ما جيش أقلية تفرض تفرض روح قلهم قبل ما تديرها كنت تدير مادة وتقول أنه لا تعمله لغة وطنية لا تعمله لغة وطنية أنها تعمل الدولة على تلقيتها عندما تصل إلى مصافة تتوفر فيها شروط اللغة سيتم إدراجها كلغة رسمية وقلهم روح إذا حققتها لي حققتها هذه ووفرت فيها الشروط أنها تكون لغة من ناحية الحروف وتتفخوا فيما بينكم وكذا 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 أرواح مباشرة تعديل عن طريق مرسوم رئاسي عدلها بمرسوم رئاسي أو عن طريق البرلم روح قل تقول لي أنه الدولة الجزائرية حاب تسحب البساط لأنه هذه القضية ملف ملغوم قادر قادر يأثر قادر هذه المنطقة معروفة بتمردها هي منطقة القبائل تحديدا الجزائرية فيه جزء كبير من الناس متمردين سياسيا وكذا وكذا على الدولة حقيقة يقول لك هذا حتى من باب كسبوده والأغلبية الساحقة اللي تقول لك لا هذو لا يساون شيء المهم ترضي منطقة لا إذا كرح نبدأ وعهد جديد جمهورية جديدة هذه اللغة تقول السلطة للشعب السلطة للشعب حتى في هذا عدل الدستور قبل ما تعدل الدستور أنا قلت لك كان ما صار تعل برلمان تعل برلمان أحسن ولكن في قضية إدراجها كعنصر من عناصر الهوية حتى لا تقع لا في حرج في الداخل ولا في حرج في الخارج أعملها استفتاء أرفض الشعب إذن هذه ليست صالحة إلى حد أعملها لجنة خبراء لغات جيب لهم خبراء اللسانيات من كل العالم وأعمل لهم لجنة وخلي يبحثوا فيها حتى عام ويشوفوها لتصلح تكون لغة رسمية لدولة إذا قالوا نعم أتحدى إذا قالوا نعم راحنا نكون أكبر الناس مؤيدين أنا أقول هذا الكلام ليس أنني ضد هذه المنطقة ولا معاذ الله أبناء الجزائر بمختلف لهجات ومختلف ألسنتهم والتنوع اللساني والتنوع الثقافي والتنوع هذا كل شيء جميل يخدم الدولة الجزائرية ولكن أنه يتحول هذا التنوع إلى تضوع كما يقال ويكون خطر على وحدة التراب الجزائر فأعتقد ووحدة أمن وأستقراء الجزائر والعلاقات بين الجزائريين فهذا خطر عندما تجي تقول لي تقول لي هكذا من آباب وهذه الحقيقة ما يحبوش يقولوها فقط الحقيقة أنني أريد إسكات هذه المنطقة هذه المنطقة اللي رمضار سنوات تمردت على الدولة لا تدفع كهرباء ولا تدفع غاز ووصلت وحد المضحلة حتى طردوا عناصر الدرك الوطني من تيزي وزو أنا لا أقول هذا الكلام يا جماعة أنني أحرض على ولاية تيزي وزو وهذه ولاية جزائرية وشعبها جزائري ويحمل الجواز الجزائري مهما كان لسانه مهما كان الكلام اللي ينطق به حتى إذا طالب أنه أنه تكون لغة رسمية من حقه أنه يطالب ولكن هو يطالب والدولة يجب أن تكون لديها أساسي أنت تطالب أني أدرجلك لغة رسمية روح أقنع الجزائريين خاطب الجزائريين لما تقنع لي الجزائريين يقولوا نعم على هذا الأمر أنا رئيس جمهورية أنا خادم لجزائريين نعم مما يوحي على أن هذه المادة أو أنها هي لإرضاء منطقة معينة المادة 16 ماذا تقول أضافوا فيها المادة 16 أضافوا لها البند الثالث الجماعات الإقليمية للدولة هي البلدية لولاية البلدية هي الجماعة القاعدية يمكن القانون أن يخص بعض البلديات بنظام خاص كيف نظام خاص كلمة فظفظة عامة قادر غدوة رئيس الجمهورية يعطي لها حكم فديرالي حكم ذاتي يقول لك لا ما نظام خاص أعطي لها الاستقلال أو تقرير مصيرها وخليها دولة وحدة يقول لك لا نظام خاص الدستور أعطى صلاحية للرئيس غدوة يجي رئيس تكون عنده نوايا تخريب للطراب الجزائري يستعمل هذه المادة لماذا متوضحها ماذا تعمل في أي مجال هذه المادة يا جماعة تم إعدادها على مقاس منطقة القبائل وعلى ولاية تيزيوس تأكدوا يقينا أنه بعد ما يمر هذا الدستور وتم تمريره بهذه المادة ستتجه المطالب الفئة معينة من هذه المنطقة إلى الحكم الفدرالي أن هذه المنطقة تخاص بميزانية خاصة بإدارة خاصة وكثير من الأمور تحكم نفسها بنفسها والأيام بينها وسنصل إلى وقت شهادات الميلاد وكل شيء والإدارات في المنطقة هذه تكتب بهذه الحروف وعلى عكس تماماً ما عليه الشأن في الدولة الجزائرية بقية الطرابة هذه هذه النية الحقيقية ما تقول لي أنه حسب الظروف ربما نقصد مناطق أخرى في الجنوب الجزائر أو لا هذه المادة أعدت لتكمل المادة الأخرى المادة الرابعة المادة الرابعة توضحها المادة 16 إذن هذه المادة هذا الدستور في هذا اللغم الجزائر هويتها ما هي؟ هي إسلامية ولسانها عربة هذه الحقيقة هذه على مدار تاريخها هل أعطوني مرحلة معينة في تاريخ الجزائر تأسست فيها دولة كانت لغتها هذه التمازيغ ثولة البربرية ولا الأمازيغية كما تسمون أعطوني مرحلة في تاريخ الجزائر المرحلة الوحيدة التي تم فيها تغذية هذه النزعة هي مرحلة الاستعمار الفرنسي قابل جزائر شاوي يعتز بلغة العربية يعتز بإسلامه يتلقاها في منطقة القبائل أنا زرت بعض المناطق في منطقة القبائل ناس يعتزوا بالقرآن يعتزوا باللغة العربية يعتزوا لأن اللغة العربية رهيم ليست لغة قوم ليست قومية كما عملوها القومجيين وشيء والناصريين وغيرهم لا هذه لغة نزل بها كتاب الله تعالى وأي واحد يتكلمها لا يعني أنه غيرت له عرقه أمم الآن تتصور شوف روح للصين كيفاش يستعملوا لغة العربية في التكنولوجيا نتاعهم وكل شيء أي شوف الآن أهميتها دول كبرى عملت فضائيات ناطقة بالعربية لأنه هذه تريد أن توصل رسالتها أمريكا عملت قناة بالعربية بريطانيا كل دول الآن تتجه في خطابها إلى العالم العربي لأنه لها منطقة غنية بالثروات وغنية بمصادر بمصالح كثيرة أنت في الوقت المفروض تتجه وتعضد نفسك مع هذه الدول وتحاول أن تفرض مشروعك وثقافتك تجي أنت تعملي هذه بش ترضي بها منطقة يعني منطقة تفرض نفسها على دول منطقة لأنها منطقة متفقة فيما بينها تستعمل كل الخيوط وكل المتوازنات خاصة في الخارج من أجل الوصول إلى أهدافها هذه المادة تحديدا والمادة الأخرى المكملة لها هي تهدد وتتجه بالجزائر إلى الحكم الفيدرالي والأيام بيننا واذكروا كلامي جيدا اذكروا كلامي جيدا الجزائري اللي يخاف على وطنه يخاف على وحد الطراب لا يقبل بهذه المهزلة لا يقبل بهذه المهزلة دسترت لهجة معينة وفرضها على الجزائريين بهذه الطريقة قبل ما تتوفر فيها حتى شروط تقول لنا اللغة وجعلها لغة رسمية للدولة مهزلة مهزلة حتى وكان يكون كل ما في الدستور هو إيجابي رغم أن يؤسس فيه كثيرا في طبيعة نظام الحكم وفيه كثير من المؤاخذات التي يجب وعلمنت الدولة بهذه الطريقة وكذا وكذا كثير من الأمور تحتاج إلى وقفات ولكن المادة الوحيدة هذه المادة أربعة والمادة ستاعش هما المادتان لي لازم الجزائر يقول لا لهذا الدستور لأن الموافقة على هذا الدستور السلطة الآن تريد استرضاء هذه المنطقة على الطريقة المتفلقية وهذه المنطقة لن تتوقف أو هؤلاء الناس لحتى لا نمس المنطقة كلها لأن فيها ناس ويتواصل معايا ناس من هذه المنطقة الأصيلة يتواصلوا معايا ويأكدوا بأنهم مع الدولة الجزائرية وكذا فيه مجموعة تحمل الفكر الانفصالي هناك التي أعلنت انفصاليتها وشكلت حركتها بصفة معلنة وهناك التي قلوبها انفصالية وتظهر غير ما طبتن وهؤلاء يعملون جميعا في هذا الإطار ما يقول لكش انفصالي ولا أي دلمات روح تتخذ شوف تتخذ أي موقف تجاه فرحات مهني وجماعته هذا تعاطفه معاه آه يقول لك لا من حق حرية التعبير ومن حقه يعني فرحات مهني هدد الوحدة الترابية من حقه حرية التعبير أنا كينجي نقول هذه المادة لا يمكن إدراجها أو هذه اللهجة أو هذه اللهجات المتنوعة لا يمكن إدراجها كلغة رسمية آه أنا أنا عدو معناها كينجي نقول بأنه يا جماعة هذه عندما تتوفر فيها شروط لغة معليش ندروها لغة رسمية الآن ما توفرت فيها هذه الشروط واللغة الرسمية للدولة خليها اللغة العربية وهذه خليها عناصر آه أنا عنصري وأنا أعادي أعادي يجي مثلا واحد مغني ومطرب تعالى بالليل يطعن في الإسلام ويطعن في قيم الدولة الجزائرية ويطعن في في الملايين يطعن حتى في شهداء آه بطريقة غير مباشرة ماتوا وهم يقولوا الله أكبر ولا إله إلا الله يطعن فيهم هذه في الطريقة هذا هذا عنصري وهذا هذا هذا مش عنصري هذه ثقافة نعم هذا اللي يدير هذا كل آه هذه دليل عن الديمقراطية والنضال بل مناظر كبير من أجل حقوق البربر وحقوق ولكن واحد يجي يقول يا جماعة أنه أهمنا هي خدمة بلدنا أهمنا ما ينفع بلدنا وأن مثل هذه الأمور تهدد وتشكل خطر على الأمن القومي الجزائر تقول لا لا هذا عدو وهذا عنصر وهذا عروبي وهذا وواحد يقول امشي من المجيط وواحد يقول امشي للسعودية وواحد يمشي للخليج وواحد يمشي لك وروح وروح وواحد أرحل مننا وواحد يقول كل واحد يقول هذا الكلام المشكلة أني أعالج هذا الأمر ليس عنصرية كما يتواهم البعض بل أعالجه بمنطق أنا قلت هذه اللهجات موجودة وهذا تراث ثقافي موجود في المجتمع لكن تحويله إلى لغة وطنية بهذه الطريقة حتى تسيء أنت الذي تناضل من أجل التمازيغ ثم من أجل المازيغية كي يكتبها لك بأنها كذلك لغة وتحتاج إلى ترقية معنى هاري ما تصلحش دسترلك دسترلك في الدستور أنه هذه اللهجة انتاعك ولا اللغة انتاعك ما تصلحش لازم نرقيوها رأي ما زالت طايحة ما عندهاش حتى قيمة ها ويقول هارك قال هارك في الدستور وروح انت رقيها خلاص على الأقل يعني أنها تكون لغة وطنية ضحنها بند واحد آخر لا يمكن استعمالها استعمالها وتعميمها ولا أي شيء من هذا القبيل حتى تتوفر فيها الشروع غدوة أن يقول هارك لما تتحرك المنطقة هذه أو الناس المطالبين بهذا الأمر إلى ضرورة تعميم تعميم هذه الأمر وما جعل المدرسة ليست حكر عن اللغة العربية وهم يطالبوا بها يولي عندهم حق بعد عندهم حق يروحوا للمحافل الدولية والمنظمات العالمية يطالبوا بحقوق فئة مضطهدة الدستور والراه يتكلم عليها ويعترف بحقها بأنها تستعمل لغتها وهي لغتها ما تستعملها من طرف الرئيس ولم الوزراء ولا في الإدارات يولي عندهم الحق خليه يمشي وانت مشك ندستر له أفضل بكثير من أنه أنه ندستر له الأمر وعطيه هذه الحقوق وبعد يستعملها كسكين في رقب إخواني الكرام حوصلة للأمر أيها الجزائريون أيها الجزائريون هناك أنا في تقديري أن هذه المادة أربعة والمادة ستعش تكفي لوحدهما تكفيان لوحدهما برفض هذا الدستور لأنه أولا رفض عندما تقول لا فأنت أكدت على الديمقراطية هذا هو الموقف الديمقراطي هذا دليل على الديمقراطية أنها موجودة في هذا البلد وهذا دليل على أن الجمهورية الجديدة التي التي يرافع لها التبون وعد بها الجزائريين هي موجودة أنك تقول لا ليس جريمة وليس ولا يجب أن يغضب الرئيس من جزائريين أو من الذين يطالبون بقوله بل أنه يفرح بأنه ناس أيدت هذا المصار وتعترف به كرئيس الجمهورية وتقول لا لهذا الدستور بل يفرح بل أنه إذا كان حتى هذا الدستور قال عليه الشعب الجزائري لا ورضخ إلى هذا الطلب أجرى استفتاء نزيه وشفاف وقال للشعب الجزائري لا في هذه الحالة من المفروض يفرح ويفتخر ويأتز ويقول بأن الشعب الجزائري الآن صار ناضج والشعب الجزائري يؤمن بالديمقراطية والشعب الجزائري وأن الرئيس في خدمة الجزائريين وليس العكس أمر آخر أن الذين أيدوا المسار 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 الانتخابي الذي أفضى إلى انتخاب الرئيس عبد المجيد تبون ليس شيطة كما يصورها البعض ولا هو بصبع لزرق ولا بصبع لخضر ولا بصبع لأحمر القضية تتعلق بقناعات أو أن الجزائريين الذين اقتنعوا بهذا الخيار هو دليل قاطع على أنهم همهم هي الجزائر ومصالح الجزائر وليس حسابات أخرى وأن الآن عندما يرفضون هذه المادة أو يرفضون هذا الدستور أيضا عن قناعات وهذا يرسي حقيقة دعائم مرحلة جديدة مرحلة واعية في العلاقة بين الحاكم والمحكوم أمر آخر أنه تعدد هويات داخل الدولة أمر غير مذر حقيقة بل أنه يكون هناك ثقافة للتعايش عادية لأن العامل الذي يجمع أبناء الوطن بمختلف هوياتهم وبختلف لهجاتهم ولأنسنتهم هي قضية المواطن وقضية الوطن الانتماء والجزائرية قضية جزائرية الجزائريين وليست أي انتماءات أخرى عرقية ولا مذهبية ولا طائفية ولا عشائرية ولا قبلية ولا غير ذلك أيضا أنه عندما تحمي هوية الدولة فإنك أيضا تطالب أنها إبعادها عن هذه المزادات لكن أنك تقول لي أنه 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 الدولة الجزائرية لغتها الرسمية لغتها الرسمية هي اللغة العربية يا جماعة أي ليست أنك تستغني عن عرق معين ولا أي شيء معين هذا كلام فارغ الدولة تتكلم وتدرج عناصر هوية معينة لما يكون أغلبيتها الدولة تتبع الأغلبية الصاحقة من المجتمع أغلبية الجزائريين ينطقون باللغة العربية إذن لغة الدولة هي اللغة العربية لقد ذنضعنا قضية العراق لا أخذ في هذا الأمر ولكن إن عموم الجزائريين والأغلبية الصاحقة تتكلم بلغة العربية فيها مناطق معينة تتكلم بلهجات إذن كل من عنده لهجة اندرها لغة رسمية غدوة طلعت ودرت للتمازيل ثرقتها وخرجت لي إما أنك تخرج لي خليط من هذه اللهجات وهذه بالشوية والقبيلية وكذا والمظابية تخرج لي واحدة جديدة إذن هذه هي ماشي اللغة اللي يتحدث عليها أو أنك تميل إلى منطقة معينة غدوة ينوضلك المنطقة الأخرى يقول كيف المنطقة الأخرى عندها امتيازات في الحكم وعندها كذا وكذا 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 حتى أنا وتقعد دائما في هذا العمل هنا يجب الضربي صارمة لا مجالة لمثل هذه الأمور حتى تغلق هذه المادة هذه المادة اللغمة التي زرعتها العصابة حتى تغلقها نهائية نزلها إلى الاستفتاء الشعب الشعب الجزائري إن رفض هذه مسودة الدستور بعد ذلك يجب أن تكتب مسودة أخرى وهذه المادة بالضبط تكون وحدها وتستفتة أو تكون آلية أخرى ناضجة وآلية واعدة سنتحدث عنها في حين أمر آخر أنه هذه المادة لو كانت نواياها حقيقة أو الجهات التي تعمل وتضغط من أجل إدراجها هدفها ثقافي والله ربما نغض الطرف عنه ونغلق علينا هذا الباب ولكن هناك أهداف أخرى سياسية القضية تتعلق بأقليات تريد أن تفرض أمورها على عموم الجزائري والقضية هذه الحال فيها ليست صراعات ولا حروب ولا عنصرية هذا دداك لكلها أمرار تضر أكثر مما تنفع ولا تنفع أصلا إذا توصلنا في الجزائريين إلى المواجهة العرقية والمواجهة الطائفية وغير ذلك لا المشكلة هذه تعالج عن طريق أسلوب ديمقراطي الاستفتاء عندما تقول يا أخي أنت حاب هذا الشيء يتحقق نزلناها الاستفتاء رفض الجزائريين أبقى ناضل حاول تقنع الجزائريين مرة أخرى ممكن الجزائريين يقولون نعم إذا طرحتوا كيف تناضل أولا تقدم بضاعتك هذه أولا تثبت بأن هذه أمورها رهي لغة حقيقة تثبت في ممارساتك على أنها لغة ليست مشكلة هذا أمور مشروعة ولكن أنك تحولها الأمور إلى أنك تحاول تفرض ما لديك فهذا أعتقد خطأ كبير إذن بالمختصر المفيد إخواني أيها الجزائريون إن هذه المادة تعتبر لغم زرعه بوتفليقة وإن بقي على هذا الحال سيهدد الجزائري ويشكل خطر على الجزائريين هذا الأمر يجب أن يحسن باستفتاء وحده في هذا الأمر لم تذهب السلطة اتجهت على الطريقة البوتفليقية في معالجة ما الدستور أيضا الشعب الجزائري سيثبت ويدافع عن هويته ليس بالعنف ولا لا أشياء بسلمية تامة عبر سندق الأفتراع وحذار من مقاطع لا تقاطع لا تقاطع بل اذهبوا إلى سندق الاقتراع وقولوا لا هذه نصيحة وليست أريد أن أجبر شيء أنا وضحت لك أنه هذه المادة لغم وخطر على وحدة الترابية الجزائرية الشعب الجزائري يحافظ على هويته من هو مقتنع بهذا الكلام لا يقاطع سندق الاقتراع لأنك إذا قاطعت سندق الاقتراع نكاية في هذه المادة فأنت تفتح إلى أقلية ستذهب وتقول نعم وتفرضها عليك لاحقا ما عندك مدير الآن عندك مدير أنك تقول لا خليك من حكايات الأخرى الآن وصلت الأمور إلى منعطف آخر إذن يجب أن يكون لديك مر هذا ما أردت أن أقوله وما قلته ليس عنصرية ضد هذا أو ذاك أنا كما تعلمون شاوي وأنحضر من منطقة أصيلة وليت بسة نتكلم الشوية ونعرف الشوية ونعتز بها كطراب ثقافي للمجتمع هذه بحتى ما يزايد علينا أحد ولا هو كره لأي منطقة في الجزائر كل المناطق الجزائرية سواسية في حقوقها واجباتها والدولة الجزائرية وما نقوله هو دفاع عن الدولة الجزائرية فمشكلتنا ليست صراع هوية مشكلتنا هي إصلاح منظومة سياسية وإذا ذهبنا إلى صراعات أخرى فإن ذلك ما يخدم العصابة التي مزالت تراها على تحتيم الدولة الجزائرية وما تخدم المتربسين وما أكثرهم في هذا الزمن الذي صارت فيه المصالح والمصالح المضادة في حروب لا حدودها شكرا لكم أيها الأحبة ألقاكم بخير بإذن الله تعالى في مداخلة أخرى إلى ذلكم الحين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله